تروى على حد شيء وهذا هي الشي اللي بدأ يزعش في الآآ يزعش لا بيه علاش لها جيت هذية اتفضل ياخويا انا مهمتي فات وقت الله وصلتها الوزيرة العدل وعطيتها الوحدة الوطنية لمقام ترهب باي كريم كريفة انقدموا على خطر فهمة برشة مواضيع في علاقة بكتلتكم وحزبكم الدستوري الحر موضوع التهديدات اللي طالت عبير موسي لمود اوبيراتوار هي تقول معناه كيف ستنفذ الجريمة قالولها عليه وهنا برشة نقاط استفام معناها فالما هل اليوم التهديدات بأي نوافيتون سامة ومنحبش جوباناليز وليت الناس معناه تقول راني باش بالطريقة هذيك وستكون عبر المود هذيك شوف التهديدات هو التهديدات رأي الوبجيكتيف فينال المتاح اللي يحب ويصلوله هو التخلص من عبير موسي والتخلص من قدلة الحزب التهديدات التخلص بأي طريقة الخاطر كي جيك انتي مثلا أنا وقت اللي بشيت نهار الجمعة بشيت للوحدة الوطنية وريتهم راهوا فهم ناس بعثها مخطط كامل كيف ستتم لمن؟ لمن بعثوا به؟ يا بعثوه بعثوه لها لا هي لسن قالوا لها راه ورادتنا دايور قراته هي في القناة الوطنية معنتها ورادتنا معلومات من جهات استقباراتيها أنه بشيتم كذا والتفقيف وأنه مدواعش وداخلين على ليبيا ودخلهم أعضاء من حركة النهضة وأن يعطيك شوف كي جيك معلومة مهما كانت بسيطة راهوا احنا نوصلها للوحدة الوطنية اللي مكافحة لرهب أو علاش؟ على خاطر كي يكثر عليك هو بالحكاية هذه أو سيارة مفخة أو بسلاح كيات من الصوت أو كذا وبعد عاد عرفنا تطورات أكبر عاد ولينا في تلفيق تهم إرهابية معنتها هو التخلص الهدف استمعني وقت الله ينوصلوها احنا سي بور كي لا شوز نسوى باناليزي بيش متوليش على خاطر إذا صارت باناليزيون في المعلومة والتعامل مع المعلومة غادي وين يولي التنفيذ؟ هنا يولي شي يختير برشا أحنا دايور أحنا البرح في الوحدة الوطنية سمحني خلوط أحنا غادي وزيت جيت معلومة أخر؟ في نفس الزيت فما شكون وصل قال راهوا سيتم اختيالها يوم اثنين قوت ونعطيكم وسيفتح التحقيق يوم اربع قوت ونهار ستة قوت يتسكر التحقيق وكأن شيئا لم يكن فما شكون قال قديش تعطيوني فلوس وانتم في بيلكم بلا شدوه في تجروين معترف واحد كل شده حرص تجروين تمت إحالته على الوحدة كالعادة الوكيل الجمهورية في القطب القضائي للإرهاب للبحث والمراجعة ونعرفوه احنا هالتقنية متاع البحث والمراجعة ونبعث شي يحط هذي إنسان معترف بالتهديد وبيش يقتل واحد يحط التخلي لفائدة حرص تجروين للبحث لانتفاء الجريمة الإرهابية معنىتها احنا ميناش فهمين معنىت يزم العبدي رووه مسبول بيش يتولي جريمة إرهابية تهديد الفصل الخامس من القانون يقول لك ويقتل روضك من جريمة إرهابية كل من يعزم على ارتكابها معنىتها هذي الشيء المحب بالتكيف متاع السيد القاضي هو استقرأ من الاعتراف أنه مفاميش جريمة إرهابية أنه مفاميش جريمة إرهابية سمحني مفاميش درجات أخرى من التقاضي في تولس لا في الأبحاث الأولية هذه مفاميش أنتم تتبعوا معناها كيفش هو لازالت في الأبحاث الأولية لم تحفظ القضية حتى بشمشي تعمل مفاميش حلول أنه تجبوا الاعتباد أو حل هذي ملف بين أيدي الوحدة الوطنية على نشكرهم يش ما قاعدة تدخير في حتى جهد معناتها في البحث وحده كل الصحيح فما إجراءات قانونية أو إجراءات إدارية باركزمبل بشمشي يتعرفوا على صاحب الحساب والوريجين متاع ومن جات وحده كل هذي كله موجود قاعدين يقوموا به فما تعطيلات اللي نخافوا منه أنه إذا يشدوا واحد واللي في انتفال جريمة إرهابية وإذا ما شدوش يعاني الملف مفتوح وقاعدين يصير هذي الشيء اللي قاعد يخاف هذا شيء خطير ومرفوض وهذا اللي زدنا أحنا نددنا به بكل صراحة وقت اللي سمعنا المحادثة والحوار اللي صارت في مجلس نويب الشعب كريم كريف الناس اللي تبعت لحكيه نددوا